بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أخوكم المتظاهر سيدناني على كامل الركاب من مدينة الناصرية البطلة مدينة الناصرية البطلة في ذيقار البطولة أسلم على أخواني المتظاهرين الموجودين في ساحة التحرير في عاصمتنا الحبيبة بغداد اليوم أنا جايكم وبطلب إن شاء الله ما تردون طلبنا إحنا بلدنا كلها دا يمر بوقت عصيد وظروف عصيبة مطالبنا كلها كبار مطالبنا كبار وتوحدث على مستوى البلد إحنا قدنا مجموعة أفكار أحب أطرحها عليكم اليوم دا نطرح الفكرة الأولى أطرحها على حضراتكم فكرة تصعيدية بطريقة سلمية لكن طريقة مؤذرة وتهز الأحزاب الفازدة الأحزاب المجرمة حكومة الفساد والجريمة اللي استخدموا طيانة أنواع العنف والقمع فكرة بسيطة أطلب من حضراتكم إذا اقتنعتوا بالفكرة أن نبدأ ننفسها على بداية الأسبوع كل البعثات الدبلوماسية اللي موجودة في بغداد كل السفارات نوقف قدامها باعتصام سلمي مدني الرصيف اللي مقابيل السفارة الرصيف اللي مقابيل البعثة الدبلوماسية نرفع عليه مجموعة عبارات اقتنع العبارات اقتنع العبارات هذه الثلاثة هذه واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثة أتمنى على حضراتكم إذا اقتنعتوا أنوا كل السفارة من السفارات نكتبها باللغة الحية يعني نوقف قدام السفارة الفرنسية نكتبها العبارة باللغة الفرنسية نوقف قدام السفارة التركية نكتبها باللغة التركية وإن شاء الله إذا اقتنعتوا بالفكرة إن شاء الله رح نكون إحنا معاكم رح نكون موجودين اشتركوا في القناة